السلام عليكم المملكة العربية السعودية تحدد موعد تحرر هلال شوال وذلك من أجل الإعلان عن أول أيام عيد الفطر لسنة 2023 حيث في هذا السياق دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحرر رؤية هلال شهر شوال وذلك يوم الخميس بتاريخ العشرين من شهر أبريل سنة 2023 وذكرت المحكمة العليا في بيان صحفي أنها تطلب من عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحرر رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس وقالت ذات المحكمة أنها ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظر إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة وأضافت المحكمة العليا أنها تأمل ممن لديه القدرة على التراءي الاهتمام بهذا الأمر والإنضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض وإحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع لعموم المسلمين يذكر أن مركز الفلك الدولي قد توقع أن يكون الشهر رمضان لهذه السنة هو 29 يوما وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة بتاريخ 21 من شهر أبريل سنة 2023 بحسب الحسابات الفلكية